من بين أكثر الأسئلة التي أتلقاها من الأشخاص الذين قاموا بالانتقال من هاتف يعمل بنظام الأندرويد إلى هاتف الآيفون هو مشكل نقل محادثات الواتساب من الهاتف القديم إلى الهاتف الجديد لأننا كما نعلم فتطبيق الواتساب فهو يقوم بعمل نسخة احتياطية على جهاز الأندرويد انطلاقا من كساب جوجل ويقوم بعمل نسخة احتياطية على هواتف الآيفون انطلاقا من الآيكلود لذلك في حالة ما قمت بالانتقال من هاتف الاندرويد إلى هاتف الآيفون وأردت أن تستعيد النسخة الاحتياطية الخاصة بك فسوف تواجه مشكلة ولن تتمكن من استرجاع النسخة الاحتياطية الخاصة بك لذلك في هذا الفيديو فأنا سوف أشارك معكم الحل الذي أنا أقوم باستخدامه عن طريق برنامج تينور شير آي كيرفون ترانسفير فهذا التطبيق يمكنك بكل بساطة من نقل جميع محادثات الواتساب الخاصة بك على كلا إصداران النظام بكل بساطة وبدون أي مشاكل رابط تحميل البرنامج سوف تجده في صندوق الوصف سوف تقوم بتحميله وتقوم بتثبيته على الكمبيوتر الخاص بك فتطبيق آي كيرفون ترانسفير لا يختصر فقط على تطبيق واتساب بل يمكنك أيضا أن تقوم بنقل المحادثات من تطبيق واتساب بيزنس جيب بواتساب تطبيق كيك فيبر إلى غير ذلك المهم نحن سوف نعتمد في هذا الشرح على تطبيق واتساب الرسمي سوف نقوم بالضغط عليه وهنا سوف يطلب منك أن تقوم بتوصيل كلا الجهازين مع الكمبيوتر سوف أقوم بتوصيل هاتف الأندرويد وهاتف الآيفون مع الكمبيوتر عن طريق الكابل أوكي كما تشاهد معي فتعرف البرنامج على كلا الهاتفين أنا هنا سوف أقوم بنقل المحادثات من الأندرويد إلى الآيفون وليس العكس لذلك سوف أقوم بالضغط على هذا الخيار لكي يقوم بعكس الهواتف وبعد ذلك سوف تقوم بالضغط على نقل هنا البرنامج سوف يطلب منك أن تقوم بتفعيل تصحيح أخطاء الـ USB الذي يكون في خيار المطور وسوف يتعرف على نوع هاتفك الأندرويد فعلى سبيل المثال فأنا الهاتف الذي قمت بربطه مع الكمبيوتر هو هاتف هواوي لذلك يعطيني هنا بعض الصور التي سوف تمكنني من تفعيل خيار المطور فأنت في حالة ما كان هاتفك سامسونج أو هاتفك أياً كان فسوف يعرض لك الصور الخاصة بالهاتف الخاص بك سوف تتبع الصور لتقوم بتفعيل خيار تصحيح أخطاء الـ USB وكي قمت بتفعيل USB Debugging على الهاتف الآن يعطيك البرنامج هنا رسالة أنه سوف يقوم بحذف جميع المحادثات الخاصة بك المتوجدة على هاتفك الآيفون لكي يقوم بنقل المحادثات الجديدة المتوجدة على الأندرويد سوف نقوم بالضغط على السمرار هنا سوف يطلب مننا أن نقوم بعمل نسخة احتياطية لمحادثة الواتساب سوف أقوم بعمل باكاب انطلاقاً من هاتف الأندرويد وأيضاً هنا يعرض لك الصور التي من خلالها سوف تقوم بعمل باكاب على تطبيق الواتساب وبعد الانتهاء تضغط على السمرار ثم أنقل مباشرة بعد ذلك سوف يطلب مننا البرنامج أن نقوم بإدخال رقم الواتساب الخاص بنا من أجل التحقق سوف أقوم بإدخاله ننتظر حتى نتوصل بكود على الهاتف الخاص بنا ثم نقوم بإدخاله خلاص الآن كل ما عليك سوى الانتظار حتى يتكلف البرنامج بجميع الخطوات المتبقية وفي النهاية سوف تجد أنه قام البرنامج بنقل جميع المحادثات الخاصة بك التي كانت متواجدة على هاتفك الأندرويد إلى هاتفك الآيفون بكل بساطة رابط برنامج تطبيق آي كارفون ترانسفير سوف تجدوه في صندوق الوصف إذا عجبك هذا الفيديو فلا تنصدقت على الزر لايك إذا كنت غير مشترك في القناة فيمكنك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل دائما بجديد الشروحات التي أقدمها كان معكم بلال من قناة بلال الواسكا وإلى اللقاء